النهاردة عايز اكلمك عن اسرار في حياة طائر البطجي اهلا بك عزيزنا مشاهدة في حلقة من حلقة قناة عصافير الزينة اولا كيف تختار الزوج الملاسب لزواج طائر البطجي الزكرة والانسة يجب اختيار زوج من العصافير بيكون عمرهم ما يقلش عن 6 شهور للزكرة 8 شهور للانسة وبتختار زوج متوالف عشان يساعد على سرعة التزاوج ووضع البيت اختيار لون الزكرة بيترتب على تحديد لون الكير ان كان لون الكير ازرق ده معناه ان هو بالغ ان كانت الانسة لون الكير ابيض مائل للون البيج ده معناه ان هي انسة يبقى الفيصل في تحديد عمر الزكرة والانسة هو لون الكير بتاع كل منهم اشترط انك تختار الزوج يتمتع بصحة جيدة وبسلامة الريش يتمتع بالحركة والنشاط تتأمل الارجل وتتأمل العين تتأمل منطقة المخرج ما يكونش فيها سوائل سائلة يعني فضلات العصفور تكون فضلات جافة او متماسكة على الاقل منطقة الكير ما تكونش فيها افرازات عشان ما يكونش مصاب ببرد ما يكونش منكمش عشان نعرف ان هو صحته سليم افضل موسم لتزاوج تيور الزينة هيكون من سبتمبر ليونيو وبيحتاج الى اضاءة ولكن ما تكونش اضاءة مباشرة ومسلطة عليه وتغطي الافس في فصل الشتاء عشان تتجنب تيارات الهواء البارد تدور البدج بتحتاج بيئة مريحة وبيئة نظيفة عشان تعيش حياة طبيعية وتتزاوج وتغير الاكل والمية بالسمرار لتيور الزينة ولما تيجي تفحص العش يفضل انك تنقر على باب العش برفق حتى تتحرك الانسة من على البيض وما تتهسي الفروغ او تكسر البيض بصفة عامة الانسة بتضع من اثنين الى سبع بيضات كل يوم بتضع بيضة واحدة لغط ماصل البيض الى تقريبا سبع بيضات وتبدأ بالجلوس على البيض او الرؤاد بعد البيضة التانية او التالتة وبتقعد على البيض مدة حضانة من سبع تاشر لعشرين يوم لغاية ما يفقس الفرخ الاول الزكر بيقوم باطعام الانسة وهي بدورها بتطعم الفروغ لغاية ما يوصل عمرهم خمس اسابيع لان بعد الاسبوع التالت الزكر هو اللي بيقوم باكمال تطعيم الفروغ اما بيصلوا لعمر الفطام خمس اسابيع او خمسة وثلاثين يوم بيطردوهم برا البيضة في الفترة دي يفضل انك تقدم البيض المسلوق مع البقسمات لانه مفيد جدا وتقدم منقوع الامح بشرط ان يكون مرة يوم حبوب ومرة بيض بالبقسمات عشان يستفيدهم من الوجبات الاكل اللين بعد فأس الفروغ مهم جدا عنده تور الزينة وبيساعد الزكر على اجباع الفروغ دون مجهود عالي منه ما تنساش بعض المتطلبات لقفص تور الزينة بتقدم الصبيت او عظام السبية اللي هي عظام الحبار بتحط اوعية مناسبة للاكل تكفي لاطعام الزوج والفروغ بتقدم مساء مية نظيفة نغسلها بالسمرار عشان تاخله من التحالب تاخله من الفطريات بتقدم فيتامينات واملح معدنية زي الكالسيم وفيتامين الف دالها ثلاثة بتقدم غزاء رئيسي هي حبوب البلكم والفلارس والدنيبة ويفضل ان يكون كيلو فلارس الى نص بالكم الى نص دنيبة كمان في فترة التفريخ زي ما قلنا بتقدم البقسمات بالبيض والامح المنقوع ومستنبة الحلبة الفيتامينات بتقدمها في المية عشان تعود الجسم عما يفقده من فيتامينات واملاح واملح احماض امينية تهتم بنظفة الفروخ وما تحطش خضروات في الاسبوع الاول الفروخ اول عشر ايام الاولى لان ده بيصبهم باسهال يجب الحرس جيدا حينما تفتح العش حتى لا يسقط منك احد الفروخ على الارض وتهتم بنظفة العشوش وتغيير نشرة الخشب الموجودة فيها عشان ما تتعرضش ارجل الطيور الى التساق الفضلات فيها او تصاب الفروخ بالبلد والرطوبة وتبعد عن تشوهات الارجل كمان عند تنظفش الفروخ باستبعد عند تنظف العشوش باستبعد الفروخ في مكان نائي وتبدأ تغيير النشرة وترجعهم تاني مكانهم الاول ودايما تحتفظ باضاءة خفيفة في الحجرة عشان لو خرجت الانثة وسابت البدو الفروخ تقدر ترجعهم من غير ما تضل الطريق في حاجات عامة واجب ترعيها لما تربي البارجي تهتم بنظافة القفص تهتم بنظافة البياضة تهتم بنظافة المكان يكون المكان جيد التهوية ولكن مفوش تارات هوا تهتم بتقديم الفيتامينات مرة او مرتين في الشاه بتهتم بتقديم القطعمة اللي بتساعد على التفريخ واللي بتؤدي للصحة العامة للطيور عشان تعرف البيض المخصب من البيض غير المخصب لابد من نور 5 ايام او 10 ايام تقريبا بعد وضع الانسة للبيض وتبدأ تاخد البيض وتضلم القوضة وعلى مصباح صغير او مصباح الكشاف بتسلط الدوء على البيضة ان كانت البيضة مخصبة هيبان جواها عروق ان كانت البيضة صافية او غير مخصبة او لها فاتح لا معنى ان البيضة غير مخصبة فيه اسباب لعدم وضع الانسة للبيض في البطجي امنها ان يكون الانسة سنها صغير او يكون الزكر سنه صغير او ما حصلش توالف بين الزكر وبين الانسة كمان سوء التغزيم الاسباب اللي بتاخر وضع البيض وعدم ملأمة العش او البياضة للطيور او وجود حشرات زي الفاش وبرده بتاخر وضع البيض كمان الازعاج والتطفل المستمر من الهاول مربي وفتح البياضة بالسمرار بيحسس الطيور بعدم الامان وبالتالي ما بتضعش البيض او بتتأخر في وضعه وعدم نظفة المكان سواء البياضة او الافس او غرف التربية لتأثير سلبي على الانسة كمان لو جعلت الانسة بعدم الامان نتيجة وجود اطفال او نتيجة وجود حيوانات اليفة بتتأخر في وضع البيض التليش والسمنة بيجي فيه من اشهر الاسباب اللي بتؤدي لتأخر البيض عند الانسة وجود اختلالات هرمونية او امراض بتأثر على الصحرة عما الاسفور بتأخر وضع البيض لكن فيه علامات معروفة او مشهورة بتعرفك قرب وضع الانسة للبيض منها التولف بينها وبين الزكر منها ان الانسة بتقبل منه الطعام منها ان الانسة بتدخل الى العش وبتعد فيه فترة صغيرة لا تتعدى ديها او ديئتين وبعدين تخرج وبعدين الفترة بتاعت الزيارة ده تبدأ تطول وما تطول تعرف انها هتبيض كمان بتقبل على الكنسيام بالسمرار وعلى السبية ده دليل على قرب وضع البيض كمان زيادة حجم فضلات الانسة عن الطبيعي بنقول عليها الانسة موسعة ده دليل على قرب وضع البيض والانسة عند قرب وضع البيض بيتدلق جناحين والديل وبيحصل لها انتفاخ اسفل البطن لكن هو شكل يختلف عن شكل التشحيم لان التشحيم بيبقى موجود اسفل البطن ناتج عن الدهون حدوث التلقيح من الزكرة الانسة ده دليل على التوالف ودليل على قرب وضع البيض وبنركز هنا على ان يكون المجسم اللي بيتم فيه او عليه التزاوج بيكون مصنوع من الخشب عشان تحافظ على البيض واجب تمسك سجيل اللي تسجل فيه التاريخ اللي تم فيه البيضة وبعد ما تشوف البيضة الاولى ما تفتحش العيش الا بعد مرور عشر تيام عشان تكشفها البيض تعرف هو مخصب ولا غير مخصب كتير من الناس توري الزينة او البطجي بتعرف البيض غير مخصب وبترميه من العيش واحيانا بتكسر البيضة نتيجة عدم شعورها بالفرق الموجود جواه واجب علينا متابعة البيض اثناء وجود فروض ظهارة منه عشان تخلص من البيض الفاسد الموجود في البيض زي ما قلت في الاول لابد من وجود ضوء صغير للانسة لو حبت تشرب او تاكل اثناء الليل وترجع للعيش تقدر ترجع لان بعض الاناس بتخرج ما بتعرفش ترجع بالليل نتيجة غلق المهور فبيبرض البيض وبيفسد وبيحصل له عمليك كابس متابعة البيض كويس جدا نضغط اخر فرخ بيامن حياة الفروخ عندنا خطوات بنستخدمها عند تجهيز زاكر وانسة البوجي للشغل بنقدم السلينيام اربع نقط على كل مسئة مية كمان بيستخدم فيتامين الف دا لها ثلاثة وبنحط اربع نقط منه على المسئة ده يعتبر تجهيز قبل الشغل بعد ما النتاية او الانسة تضع البيض بنقدم الكلسام اربع نقط على كل مسئة مية وبنقدم اثنين سنتي على لتر مية من الاملاح المعدنية ونقدم سنتي على كل لتر مية من الكلسام السائل واجب قبل فأس البيض نحصن الاهالي اللي هو الزاكرة والانسة ضد الامراض خاصة الامراض المعوية فبنقدم لهم فلاجيل او انتنال عشان تطهر الجهاز الهضمي بتاع الاهالي والحواصلة وتجنب وجود مقروب بينتقل الى الصغار لان منعة الصغار بيكون ضعيفة بنضع واحد سنتي فلاجيل او نص سنتي انتنال بكل مسئة مية غير ما يفقس او تفقس الفروخ اثناء تأكيل الابوين للفروخ تهتم بتقديم البيض بالبقسمات الغلة المنقعة وتتجنب تقديم الخضروات عشان ما نصلهمش اسهال بتقدم فيتامين الف دي الف دالهاي ثلاثة مرة في الاسبوع اربع نقط على كل مسئة مية دي من الحاجات الرئيسية فيه قدة اسباب بتاخر من تخصيب زكور البطجي منها صغر سن الزكر انه ما وصلش لسد ست شهور وسن التزاوج عند البطجي انه يكون الزكر كبير السن جدا يزيد عن ست سنوات ان الزكر يكون في مرحلة القلش ان حضرتك مش مثبت مكسم او وقافة تثبيت جيد او الوقافة تكون لها زوايا او حدة او تكون مستديرة بشكل املس او ناعم الانسة لا تستطيع تشبس به ويفضل انك تخلي المكسم من فروع الاشجار كمان خمول الزكر وعدم نشاطه جنسيا نتيجة التشحيم او التليس ما بيكونش كتير الحركة ولا يميل الى التزاوج زي ما قلنا دي كلها اسباب من اسباب عدم تخصيب الزكر للانسة كمان تجمع الريش حوالي منطقة المخرج تحول دون تخصيب الزكر للانسة عايزين نتعرض على اسباب موت الفروخ داخل العيش قد تدهس الانسة الفروخ بارجولها نتيجة الحركة المفاجئة عدم اطعام الابوين للفروخ ده سبب اسباب موت الفروخ عدم الاهتمام بخلطة البيض بالبقسمات ومنقوع الامح ومجسنبة الحلبة عدم الاهتمام بوضع الفيتامينات في المياه لمساعدة الابوين في تعويض ما يفقدوا الجسم كمان صغر حجم العش من الاسباب اللي بتؤدي الى وفاة الفروخ نتيجة تساحم الفروخ عدم نضافة العيش سبب من اسباب وجود الحشرات وقد تؤدي الى موت الفروخ مرض الاب او الام بيكون عامل من عوامل موت الفروخ لان لا يبقى بيزيد على واحد منهم تجاه الفروخ عدم متابعة الفروخ في الايام الاولى يعتبر سبب من اسباب موت الفروخ التلييس والتشهيم عند البطج له اسباب كتيرة منها الافراط في تقديم مواد تحتوى على سورات حرارية عادية اكتر من المعدل اللي محتاجه الجسم زي الدهنيات وزي البلكم وزي حبوب اكتان كل دي اشياء تؤدي الى التلييس كمان السمنة تأتي من قصر التقديم البط بالبقصمات وقصر التقديم النشويات وتقديم الفواكه بشكل مفرط فيه كل دي بتسبب التلييس والتشهيم كمان قلة الحركة بتاع العصفير او صغر حجم الافص بيقلل من حر الغذاء وبالتالي تتراكم المواد الدهنية داخل جسم الطائر مكونة الدهون وعشان كده احد الاسباب ان يكون افص الطائر الصغير عليه ما بيدوليش فرصة للتحرك والطيران فما بتتحرقش السعرات الحرارية ولأعراض السمنة كتير جدا منها الخمول عدم التغريد وقلة الحركة تأخر تخصيب البيض دي كلها زواهر من أعراض السمنة لعلاج التلييس او التشهيم بنضع خل تفاه بمعدل ربع معلقة صغيرة على كل مسئة مية وده لمدة اسبوع كمان بنطير الطائر في غرفة مغلقة عشان يقدر يحرق الدهون انا عجبك الفيديو ادعمنا بلايك وعمل اشتراك للقناة عشان تصلك كل فيديوهاتنا ياريت لو ما اشتركتش في قناتنا شرف كبير لنا انك تبقى عضو في قناتنا شاير الفيديو عشان يصل الاكبر عائد ممكن من المشاهدين هنجاوب على كل الاسئلة والاستفسارات اللي هتصلنا منكم الى اللقاء في فيديو اخر تقبلوا تحياتي صبر امين من قناتك وقناة صفير الزين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لا countedوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حتى ث Mustang